السلام عليكم عمر معاكم هنا زي ما تعودتوا كل سب نجيكم بهم الأخبار من والستريت ومن حول العالم 99% من الأخبار غير مجدية غير مفيدة حلقة اليوم كده فيها أخبار كثيرة حنتكلم عن الأسواق الأمريكية ماذا حدث؟ حنتكلم عن الصين والزيرو كوفيد بوليسي وحنتكلم أيضا عن شارلي منغر وعلي بابا ثم سنختمها بخبر مميز لأصحاب العملات الرقمية فإن شاء الله ستكون حلقة ممتعة ومفيدة وقبل ما نبدأ اليحب يتعلم أمور الاستثمار إدارة الأموال اختيار الشركات في الأيام الصعبة هذه كورس متكامل يعلمكم ذلك في الديسكريبشن طبعا الأسواق الأمريكية الثلاثة المؤشرات قفلت بيئة سلبي هذا الأسبوع أقل الخاسرين طبعا كانت داو جونز بتقريبا 0.5% الاس ام بي نزل 2.5% والنازدك الأكثر 3.5% نازل وأقول الحمد لله أنه الجمعة أمس كان إجازة لأنه الأسواق يعني ما قادت توقف في النزول حتى كل شيء يعني قاعد ينزل إلا النفط اللي دايما نتكلم عنه أسباب النزول الشديد والتضخم أرقام التضخم اللي ما شاف حلقة التضخم أحط لكم اللينك 8.5% الأكثر من 42 سنة يعني أرقام مرعبة مخيفة شفنا أرقام البي بي آي كمان الأعلى عبر تاريخ البي بي آي فيعني هذه من الأسباب الرئيسية اللي سببت الأسواق غير كده طبعا تكلمنا على أهمية القوائم المالية بالنسبة لشركات البنوك وطلعت كثير من البنوك زي جاي بي مورغن زي بلاك روك زي ويلس فارغو كل الشركات هذه طلعت بقوائم مالية تبين أنه ربح البنك والأرباح بالنسبة للبنوك كانت خسرانة وعلى نزول هذا الشهر يعني كانت مو خسرانة على نزول نقدر نسميه والوضع الاقتصادي بالنسبة للإقتصاد يعني عليه علامة استفهام فكثير من الرؤساء التنفيذين تكلموا أنه الوضع خطير التدبدب حيكون عالي زي ما شفنا كمان جاي مي دايمن تكلم بطريقة تقدروا تقوله سلبية طبعا السندات العشر سنوات قادة ترتفع بشكل عالي 2.8 كلما ارتفعت السندات بهذا الشكل السريع العالي يعني توقع أنه الفائدة لازم تمشي على السندات العشر سنوات فتوقع أنه رفع الفائدة ربما لازم يتعدى 2.8 عشان يصير فيه توازن بالنسبة للأسواق فكلما بتطلع هذه الفائدة كلما تقدروا تقوله غير مفيدة لأسواق الأسهم ونشوف كده بسرعة البريكداون بالنسبة للأسبوع وطبعا شركات التكنولوجي كلها نازلة مايكروسوفت نازل أدوبي نازل نيفيديا 12% نزل لو تشوف مثلا حتى السوفتويرز كثير منها كانت نازلة بشكل عالي يعني في شركات التكنولوجي لا أرى أي شركة تكنولوجي طلع بالبلس ويلس فارغو البنوك كلها نازلة شوفوا الشركة الوحيدة المتنوئة اللي تعتبر تحت قطاع البنوك بركشر هاثوي بيتا قريبا الإيجابي البنوك الاستثمارية زي جولد منت ساكس كانت بالإيجابي مثلا قطاع الكومينيكيشن ودائما نتكلم لنا أكثر من أسبوع الشركات الدفاعية زي فيرايزن تي ان تي اي 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 كانت بالإيجابي قمت بالشراء في فيرايزن في الأيام الماضية جوجل وفيسبوك في نزول حاد نشوف حتى شركات الهيلتكير كانت على نزول بعض الشيء قطاع مثلا قطاع السيارات كان نازل نزول حاد امازون نزل الدفاعيات مثلا زي مثلا والمارت كان مرتفع فنقدر نقول ما عادت طاقة طاقة مرتفعة حتى اليوتيلتيز الدفاعية كانت على يعني نزول بعض الشيء فهذه تعطيك بعض الانطباع عن بعض الشركات اللي قامت في الأسبوع الحالي نتكلم كده ونشوف ماذا حدث بالنسبة للقطاعات وبغاكم تركزوا معايا بنقطة مهمة هنا لأول مرة آخر مرة كان قطاع الطاقة قطاع الكهرباء وقطاع الكنسيومر ستيبلز وقطاع الماتيريال وقطاع الهيلتكير فيها الصدارة يعني نقدر نقول هذه القطاعات هي التي شايلة الأسواق اليوم كل القطاعات الأخرى مثلا نازلة بال10% زي التكنولوجي زي الكنسيومر سيرفيسيز جوجل فيسبوك نتفليكس نازلة 14% كونسيومر ديسكريشنري زي السيارات زي أمازون زي نايكي نازلة 9% البنوك نازلة 10% فالانرجي اليوم الكهرباء اليوم الكنسيومر ستيبلز المنتجات الاستهلاكية الإلزامية في حياتنا اليوم والمواد الخام زي الدهب هي اللي رافع الأسواق وآخر مرة كانت هذه الأربع قطاعات في الصدارة كانت في 2007 إيش صار في 2007 كية كانت آخر مرحلة قبل ما نخش في الانهيار الاقتصادي في 2008 ما بقول لكم أنه حنخش في مرحلة انهيار اقتصادي ولكن لازم نتعلم من التاريخ فلما نكون بهذا الشكل الدفاعي بشكل قوي جدا بالنسبة للصول فهذا مؤشر عليه علامة استفهام كبيرة الناس متخوفة لذلك حتى قاعد ننظر فيه السندات العشر سنوات والعشرين سنة لأنه دائما السندات في مرحلة نزول تحمي المحفظة الاستثمارية نيجي نتكلم شوية كده على الصين والصين بعد ما ارتدت ارتدات قوي جدا الكوفيد جاء نحس الدنيا وتقريبا عندهم 23500 حالة يوميا والجماعة هناك ما يمزحوا الجماعة هناك كوفيد زيرو بوليسي الناس لوكداون الناس طبعا ما يبغوا ينتشر لأنه عندهم ملايين من الناس أو يعني في شنقهاي فقط يقولوا فيه 40 مليون شخص تقريبا في المدن الصينية في هذه المدينة فقط فأرقام كبيرة جدا لا يريد الانتشار في الفيروس فعملين لوكداون أثر على الأسواق فكانت بعد الارتداد الجيد الآن بدأت تنزل الأسواق في هونغ كونغ نزلت في الـ CSI اللي هو زي الـ S&P 500 بالنسبة للشركات الصينية كمان على نزول شركات التكنولوجي كلها تأثرت بشكل عالي في الأسبوع الماضي غير كده طبعا كان متوقع في الصين ودائما نقول أن الصين هي ماشي عكس التيار عكس العالم ككل العالم فتحوا الدنيا الصين الآن في لوكداون العالم مثلا بيرفع الفائدة الصين مفروض تبدأ تنزل الفائدة اليوم الفائدة في الصين 2.85 تخيلوا نحن اليوم في أمريكا مع رفعة الفائدة 0.25 كان متوقع أن الحكومة الصينية تنزل الفائدة ولكن قررت أنه ما تنزل في الفترة الحالية ربما تنتظر أنه الكوفيد يتحسن وتفتح البلد ثم تبدأ تنزل الفائدة ولكن شوفوا الفائدة قديش مرتفعة 2.85 فأعتقد هنا سيبدأوا ينزلوا الفائدة عكس الاتجاه السيولة ستزيد في الصين السيولة ستقل في أمريكا السؤال الأهم وأكثر ميسج وصلني هذا الأسبوع جماعة المستثمرين في علي بابا أنا منهم طبعا وشارلي مانجر يبيع جزء من حصة الديلي جيرنل 50% من حصة الديلي جيرنل من شركة علي بابا ماذا رأي بهذا الخبر؟ خلينا نتكلم عنه بتفاصيل أكثر زي ما أنتم شايفين طبعا هذا بالفائلينج حق الديلي جيرنل وشارلي مانجر كان عنده تقريبا ما يقارب بـ 65 مليون دولار أسهم في الشركة تقريبا 30% نزل هذا الاستثمار إلى 15% السؤال هنا ونسأل دائما خلينا نقسم هذا الخبر إلى أجزاء كثيرة أول شيء نسأل السؤال الأهم هل هو خبر سيء أم سلبي سلبي أم إيجابي؟ لا أقدر أجاوب لك على هذا السؤال ولكن أقدر أقول لكم أنا لما جاني الخبر أول شيء فكرت فيه لش ما باع كل الاستثمارات؟ في النهاية ما زال يملك 15% حتى عنده أكثر أنا مؤمن بشركة علي بابا أنا عندي تقريبا 7.5-8% في محفظتي في شركة علي بابا ويعني أشوفها رقم كبير جازفت فيها بشكل كبير هو الرجل كان عنده 30 صار 15 فما زال يعني رقم كبير جدا في شركة واحدة تتذبذب بشكل عالي جدا فالسؤال الأول اللي دائما أقوله لو كان عنده يعني يرى أنه شركة علي بابا غير مناسبة غير مجدية كان قرر أنه يبيع كل استثماراته ولكن هو قرر أنه يبيع 15 أو 50% يصبح عنده 15% من محفظاته من رقم كبير من وجهة نظر يعني تعمل ألوكيشن 15% في شركة واحدة أنا دائما أقول ما تتعدل 5% ولكن هذا شارلي منغر ولكن لما تكون 30 وتصير 15 ما زلت من نجهة نظري يعني رقم كبير السؤال الثاني ماذا حدث بالـ 50% اللي باعها السؤال الأول ممكن زي ما قلنا استخدم هذه الأموال لأشياء ثانية استخدم هذه الأموال مثلا في شيء يسموه يعني لما تبيع استثمار أنت خسران فيه فلوس هذا يعني وبعت استثمار أنت ربحان فيه في النهاية يخصم من الضرائب بالنسبة لك فممكن استخدمه كوسيلة يعني الحفاظ على الأموال بسبب الضرائب وبسبب الخصائر ربما هذا سبب آخر السبب الثالث ربما يكون أنه باع جزء من استثماراته في أمريكا وقال لك خليني أنا أستثمر في هونغ كونغ أكثر ولما أستثمر في هونغ كونغ فهو ليس مجبور أنه يصرح بالاستثمارات اللي هو سواه فكل الناس المتوترة كل الناس اللي خايف أقول لكم فكروا بالسؤال الأهم هو لماذا لم يبيع كل الاستثمارات ما زال عنده 15% في محفظته الاستثمارية رقب كبير جدا ويعني في شركة تتذبذب بشكل عالي جدا أراه قرار صائب من وجهة نظري طيب طبعا ألين ماسك وتويتر اللي ما شاف الحلقة حط لكم اللينك عملت حلقة كاملة كنت حامل الخبر في الحلقة اليوم ولكن قررت أن يعمل لها حلقة مخصوص بالنسبة لها خبر الأخير لمحبي البيتكوين وطبعا بعد ما تكلم بيتر في البيتكوين كونفرنس مؤسس شركة بايبال يعني هاجم ليري فنك بطريقة قوية قال إنه هو عقلية قديمة اليوم بيطلع ليري فنك ويقول لك إحنا بنفكر في دراسة الكريبتو كينسي بالنسبة للمستثمارات هذا خبر قوي جدا ولكن يعني لازم نقرأ من بين السطور ربما بس يكون لتهديئة الأمور ربما غير ولكن خلينا نشوف المستقبل في كونفرنس شهير هو قام بشراء شركة اسمها سيركل انترناشنال فاينانس وهي مركزة على ستيبل كونز فقط مركزة على الستيبل كونز هذه الشركة أيضا سيركل كان عندها منصة فولينجر اللي هي كانت شهيرة في مجال الكريبتو كورنسي ثم قررت هذه الشركة انفصالها من عالم البيتكوين بالبلاتفورمز وركزت على الستيبل كونز قامت شركة بلاك روك باستثمار 400 مليون دولار في هذه الشركة ضمن هذا الكونفرنس يعني جاء له السؤال عن موضوع الكريبتو كورنسي كسكتر ككل وتكلم انه بدأ يزيد عليه الطلب احنا بنركز في الستيبل كونز ربما وفي البلوكشين ربما حتى ننظر الى النون ستيبل كونز وفي نفس الوقت بيقولك انه كثير من الزباين عندنا والعميلين يريدوا الاستثمار في العملات الرقمية خلينا نشوف في الايام القادمة هل حيفتح مثلا ETF من بلاك روك للاستثمار في العملات الرقمية من وجهة نظري لو صار هذه الخطوة فهي تعتبر خطوة كبيرة جدا جدا للعملات الرقمية خلينا نشوف ان شاء الله تكونوا استفدتم من حلقة اليوم شكرا والى اللقاء